وجه خلف الزناتي نقب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب رسالة شكر لمدرية أمن صهاج لسرعة القبض على المتهمين في وقاعة استيقاف معلم وتهديده بسلاح في محاولة لتخويفه والتراجع عن إخلاصه في العمل بتشجيد المراقبة بإحدى لجان السنوية العامة بصهاج ومنع أي محاولات غش كما وجه الزناتي رسالة شكر للمعلم لإخلاصه في عمله والتفاني في تأدية رسالته قلال المراقبة بامتحانات السنوية العامة لمنع الغش رغم التهديدات وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام مجموعة من الأشخاص باستيقاف سيارة ميكرو باس على الطريق الزراعي متجهة من دار السلام بصهاج إلى مركز نجع حمادي يستقل لها مجموعة من المراحزين على أعمال امتحانات السنوية العامة ومحاولة تهديد المعلم بسلاح ناري بزعم تشدده في أعمال المراقبة على أقاربهم في الامتحانات إلى أنهم لم يتمكنوا من اقتياده بعدما فر سائق السيارة منهم وعلى الفور حرر المدرس محترم في مركز شرطة نجع حمادي بالواقعة وألقد أجهزة الأمن القبض على المتهمين وتجر الآن تحقيقات النيابة وجه خلف الزنات نقطة